موسيقى مشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تونسنا هدد رئيس حركة نداء تونس الباج قائد السبسي بالنزول إلى شارع في حال فشل الحوار وفقا لخريطة الطريقة التي اتفقت عليها حركة النهضة وأحزاب المعارضة وقال قائد السبسي في مقابلة مع سكاي نيوز عربية إن المعارضة ستنزل إلى شارع إن فشل التوافق على رئيس الحكومة الجديد الذي شكل العقدة الأكبر في حل الأزمة السياسية إلى الآن وعرب سبسي عن رفض المعارضة التعديلات التي أجرتها حركة النهضة على النظام الانتخابي في المجلس التأسيسي واصفا هذه التعديلات بما يشبه الانقلاب كما تهم سبسي حركة النهضة بمحاولة فرض الرأي من خلال فرض مرشحها لرئاسة الوزراء أحمد المستيري فيما يتمسك السبسي بمرشح محمد الناصر لهذا السبب وسبعت رئيس الوزراء الأسبق التوصل لاتفاقا بشان اسم رئيس الحكومة المقبلة قبل المهلة التي تنتهي في الخامس عشر من الشهر الحالي السببات التي وقعت من أجل مجلس تأسيسي تكوين مجلس تأسيسي وغير البرلمان وثانيا توقبت لمدة سنة لمأمورية معينة وهي سنة دستور إذا كان في السنة لم تحترم الأجال ولم تتم سنة الدستور فإنها لم تكن في المستوى وهي صاحبة المشكل وليس هي لديها الحل فقلنا أن الشرعية الانتخابية انتهت يوم 23 أكتوبر 2012 والآن أصبحنا في وضعية غير شرعية قررت المحكمة الإدارية الثنين إلغاء شغال لجنة فرز ترشحات عضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالمجلس الوطني التأسيسي ووضح الناتق الرسمي للمحكمة لحبيب لطرش أنه تم رصد جملة من الإخلالات في أعمال لجنة الفرز من أهمها أن عددا من المرشحين لا يحترمون السلم التقييمية مضيفا أن إلغاء عمال لجنة الفرز لا يعني العودة إلى نقطة الفرز بل أن الإخلالات يمكن تفاديها وعلى إثر هذا القرار قال عضو لجنة الفرز علي بن شريفة أنه من المنتظر أن يتم عقد اجتماع طارئ للتباحث في الأمر مشيرا إلى أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصفى بن جعفر بسدد التفاوض مع القاضية الإدارية التي تم تعينها من قبل المجلس التأسيسي وفق تعبيره كما قال بن شريفة في تصريح إذاعي أنهم سيتصلون بالرباع الراعي للحوار الوطني مرجحا عودة النواب المعلقين أعمالهم داخل اللجان والجلسات العامة خصيصا للجنة الفرز أفاد وزير حقوق الإنسان والعدلة الانتقالية سامير ديلو خلال ندوة دولية حول الأليات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان أن تونس بدأت بتركيز بعض الأليات الضامنة لحقوق الإنسان وفق اتفاقية الشراكة وسياسة الجوار بين تونس والاتحاد الأوروبي على غرار إحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والعمل على إحداث هيئة وطنية لحماية حقوق الطفل وإرساء الهيئة الوطنية للوقاية من عنف الشرطة ومنهضة التمييز من جناته بيان المستشار في بعثة الاتحاد الأوروبي ماركيوس جايغر أن الاتحاد متمسك بدعم التجربة التونسية الانتقالية في مجال حقوق الإنسان وبناء آليات تثبيت الديمقراطية وإنجاح الانتقال الديمقراطية أحدث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والعمل على أحدث هيئة وطنية لحماية حقوق الطفل وإرساء الهيئة الوطنية للوقاية من عنف الشرطة ومنهضة التمييز هذا ما بدأت تونس بتركيزه ضمن آليات حقوق الإنسان وفق اتفاقية الشراكة وسياسة الجوار بين تونس والاتحاد الأوروبي هذا تعاون على مستوى التكوين وعلى مستوى التبادل للخبرات هذه الندوة تندرج في هذا الإطار ولكن هذا لا يكفي كما أسلفت الأمر يتطلب عزيمة ويتطلب بشجاعة ويتطلب تعاون بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وجميع المواطنين نحن نبني ديمقراطية وهذا صعب ونحن نبني تجربة جديدة في مجال الاحترام حقوق الإنسان وهذا يتطلب وقتاً ولكن أولى الخطوات فيه هي خطوات قانونية وخطوات تبني المؤسسات وتبني الذهنيات العقلية المستشار في بعثة الاتحاد الأوروبي ماركوس جايغر أكد أن الاتحاد الأوروبي متمسك بدعم التجربة التونسية الانتقالية في مجال حقوق الإنسان وأنجاح الانتقال الديمقراطي أعتقد أن الوقت قد حان لتتبع المنهج الصحيح في مجال حقوق الإنسان ولكن يجب أن نأخذ بعض الوقت دون أن نضيع المكاسب التي حققناها في هذا المجال من جهتها وضح المكلف بمأمورية لدى وزير حقوق الإنسان والعدل الانتقالية عبد الحميد عبد الله أن برنامج الدعم الأوروبي لتونس في مجال حقوق الإنسان سيجتمل بالخصوص التدريب على تنظيم آليات العمل بين الهيئات والاستئناس بالتجارب الأوروبية بهذا الخصوص الآن هناك آليات تعمل هناك أشخاص ينتمون لهذه الآليات هناك مجتمع مدني بدوره يسعى إلى تطوير نفسه فكل هذا يتطلب الخبرة والتجربة وخاصة التجارب المقارنة لكي نستفيد منها ونطور أنفسنا ويشار أن برنامج دعم اتفاقية شراكة وسياسة الجوار نظمتها آدات تعكس التابعة للمفوضية الأوروبية بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان والعدل الانتقالية تمتد على يومين وستشتمل تنظيم دورات تكوينية في مجال حماية حقوق الإنسان في مختلف جهات البلاد التونسية استهجنت الهيئة الإدارية لنقابة القضاء في بيان لها تصريحات المكلف بمهمة بدوان وزير العدل التي تم بثها مؤخرا بنشرة الأخبار على القناة الوطنية الأولى والمتضمنة حسب نص البيان تهديدا القضاءات الذين نفذوا إضرابا يوم السابع من نوفمبر الجاري بالتتبع الجزائية نفذت قوات من الحرس الوطني الأثنين حملة تمشيطا بمناطق التابعة لعمادة سوق الجمعة من معتمدية جندوبة الشمالية بحثا عن تسعة عناصر وفقا لورود معلومات استخبارية أظرم شاب يبلغ من العمر 32 سنة النار في جسده الاثنين بشارلح ببوركيبة وسط مدينة أريانا بعد أن سكب على نفسه مادة ملتهبة مما تسبب في إصابته بحروق متفاوتة حسب ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء وفقا لشهود عيانا أوضح المكلف بالأعلام بالإدارة المركزية للحماية المدنية المنج القاضي أن المصاب هو من متساكن منطقة حي الانطلاق غرب العاصمة تعرض لحروق من الدرجة الثالثة بالصدر والوجه واليدين بعد أن غافل عملة إحدى محطات بيع المحروقات القريبة من مقر معتمدية أريانا وسكب مادة ملتهبة على جسده ثم أضرم النار فيه وقد تم نقله إلى مركز الإصابات والحروق البليغة ببنى عروس لتلقي العلاج وتفيد المعطيات الأولية حول الحادث وفق مصادر أمنية أن شاب يعاني من بعض الاضطرابات النفسية ويعيش ظروفا اجتماعية قاسية أكد وزير التجارة والصناع عبدالوهاب معطر خلال أشغال الدولة الثانية للجنة المشتركة التونسية التشيكية على ضرورة وضع خطة عمل لتطوير التعاون الاقتصادي بين جمهورية التشيكية خاصة أن نسبة الاستثمارات التشيكية بتونس لم تتجاوز 150 ألف يورو رغم تعدد مجالات الشراكة بين البلدين وضع خطة عمل لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس وجمهورية التشيك وما أكده وزير التجارة والصناع عبدالوهاب معطر خلال أشغال الدولة الثانية للجنة المشتركة التونسية التشيكية وشيرا إلى تراجع حجم الاستثمار التشيكي في تونس رغم تعدد مجالات الشراكة بين البلدين 150 ألف أورو يعني تقريبا حاجة بسيطة جدا عن شركة واحدة معناتها في تشيكية تخدم في تونس بينما كما شفتوا معناتها ثم إمكانية عديدة للبرتوناريا معناتها مستثمارات مشتركة بين تشيكية وتونس من جهة أولى عن إمكانية التصدير وعن إمكانية التوريد وخاصة يقع وقت اللي ثم موفمو هذه يوقع في التوريد والتصدير متوازن من جهة أخرى أكد معطر أن الأزمة السياسية وضعت للحوار لا يجب أن ينعكز سلبا على عجلة الاقتصاد العمل الحكومي يمشي يمشي درجة والأبروف اليوم معناتها حتى الطرف التشيكي معناتها كذا قلنا بلا راو الفوت تتعامل مع مؤسسات الحكومة التونسية دايما هذه ولا غيرها الشعب التونسي عنده طلبات والشعب التشيكي عنده طلبات المسألة السياسية من حبها تكون من عكسها بدوره قال نائب وزير الصناعة وتجارة تشيكي ميلين هافوركا أن هناك العديد من مجالات التعاون الاقتصادي بين تونس وجمهورية التشيكي التي يجب استغلالها خاصة بعد التراجع الذي شهده منذ سنة 2010 تم صباح الاثنين تأجيل الاستماع لرئيس تحرير جريدة الصحافة لطف العرب سنوسي من قبل حاكم التحقيق إلى يوم الواحد والعشرين من نوفمبر الجاري وفي تصريح إذاعي أبدى سنوسي استغرابه من تغيير الموضوع الذي تم استدعائه من أجله في اللحظات الأخيرة وفق تعبيره قائلا لقد تم استدعائي للمثول أمام النيابة العمومية الاثنين على خلفية مقال نشره بالجريدة بعنوان وتتكرر الجريمة بعد يوم واحد من اغتيال النائب محمد البرامي بينما تأكد الآن أن الاستدعاء يتعلق بالأساس بتصريح لأرملة الراحل شكر بالعيد بسم الخلفاوي كانت قدعت فيها الحكومة للرحيلة أضف لطف العرب سنوسي أنه من المفروض أن يتم استدعاء بسم الخلفاوي لأنها المعنية بالأمر وليس أنا وفق تعبيره في الملف السوري وبعد مناقشات استمرت يومين أعلن الاتلاف الوطنية السورية المعارض في بيان له فجر الاثنين مشاركته في محادثات السلام التي ستعقد في جونيف بسويسرا وحدد البيان الشروط التي يتعين تلبيتها قبل المحادثات التي تهدف لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ عامين ونصف من خلال إنشاء مجلس حاكم انتقالي مضيفا أنه لابد من وجود ضمان بالسماح لوكلات الإغاثة بالوصول إلى المناطق المحاصرة والإفراج عن السجناء السياسيين وأن أي مؤتمر سياسي لابد أن يسفر عن تحول سياسي وقال البيان أنه تم تعين لجنة لمواصلة المحادثات مع قوى الثورة داخل سوريا وخارجها لشرح موقفها بشأن جونيف الثاني وعرب عضو الاتلاف أديب الشيشكلي عن أمله بأن تنتهي محادثات جونيف برحيل بشار الأسد وكان عدد من الأحزاب السورية قد فوض عضو رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحيير ونائب رئيس مجلس الوزراء السوري المقال قدر جميل لتمثيلهم في اللقاءات التي يجريها تحذيرا لمؤتمر جونيف الثاني في مصر وصل التراد الساروخي الروسي فارياجا الأثنين إلى ميناء الإسكندرية بالبحر المتوسط في زيارة عمل تستمر عدة أيام وتأتي زيارة السفيدة الروسية قبل بدء زيارة لوزيري الدفاع والخارجية الروسيين إلى القاهرة خلال الثالث عشر والرابع عشر من نوفمبر الجاري على رأس وفد يضم عددا من المسؤولين الروس بينهما النائب الأول لرئيس هيئة التعاون العسكري الفني ومسؤولون في شركة تصدير الأسلحة الروسية بهدف تعدعيم علاقات التعاون العسكري بين البلدين خلال الفترة المقبلة ومن المقرر أن يكون توريد السلاح الروسي إلى مصر الموضوع الرئيسي المدرج على جدول المباحثات الروسية المصرية المرتقبة بين وزراء خارجية ودفاع البلدين في الملف النووي الإيراني أعلن رئيس المنظمة الإيرانية النووية علي أكبر صالحي الأثنين توصل بلاده إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على خريطة طريق بهدف الإجابة على تساؤلات القوى الكبرى بشأن برنامج إيران النووي وقال صالحي في ختام اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية يوكيا أمانو أن إيران وفقت خصوصا على أن تفتش الوكالة الذرية موقع أرك الذي يضم مفاعلا يعمل بالمياه الثقيلة ومصنعا لإنتاج مياه ثقيلة وتأتي جولة أمانو في إيران قبل جولة جديدة من مفاوضات القوى الكبرى مع تهران حول ملفها النووي في جناف في العشرين من نوفمبر الحالي وفي سياق المتصل وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد ونظيره الأمريكي جون كيري عقداء الثنين في أبوظبي قال بن زايد أن بلاده ترحب بمباحثات القوى الكبرى مع إيران في وقت أكد فيه كيري عدم وجود أي خلافات بين الدول الست الكبرى بشأن المفاوضات مع إيران في أول عملية اغتيال لمسؤول حكومي إيراني كبير منذ سنوات قتل نائب وزير الصناعة الإيراني سفدر رحمة أبادي برصاص مسلح في تهران وأصيب أبادي في الصدر والرئيس أثناء قيادته لسيارته شرق تهران ثم أشرت التحقيقات الأولية أن مصدر إطلاق إيران أتى من داخل سيارة المسؤول الإيراني حيث كان القاتل يجري حديثا مع أبادي قبل اغتياله هذا وقد أكدت مصادر قضائية عدم حدوث أي عمليات اعتقال على خلفية الجريمة حتى الآن في اليمن تجددت المواجهات بين المتمردين الزيدينيين الشيعة وسلفيين السنيين الأحد بمحافظة صعدة حسب ما أعلنته مصادر للجانبين الأثنين وتدور معارك ضارية منذ أسابيع في المنطقة بعدما شن المتمردون الزيديون هجوما على مسجد يسيطر عليه السلفيون الذين يتهمهم المتمردون بإواء ألاف المسلحين الأجانب وقال المتحدث باسم المتمردين الزيدينيين إن المعارك استؤنفت الأحد بعد الإعلان عن هدنة من جانب اللجنة الرئاسية المكلفة بإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في محافظة صعدة وتجهد منطقة دماج مواجهات مستمرة في السنوات الثلاث الأخيرة على خلفية التوتر بين السلفيين السنة والمتمردين الشيعة وصلت السلطات السعودية نقل ألاف الأفارقة معظمهم من الأثيوبيين إلى دور إيواء تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم بعد اشتباكات بأحد أحياء الرياض أدت لمقتل الشخصين في أعبال شغب أعقبت حملة على الأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل وكان مئة العمال الأجانب قد اشتبكوا أثابت مع الشرطة السعودية في حي المنفوحة جنوب العاصمة في حادث هو الأول من نوعه منذ بدء السلطات السعودية حملات مداهمة وتفتيش عن العمال الأجانب المخالفين بعد انقضاء مهلة منحت لهم لتصحيح أوضعهم ضرب الأعصار هايان فجر الاثنين فيتنام بعد أن خلف أكثر من عشرة ألاف قتيل في الفلبين حسب ما أعلن عنه علماء الأرصاد الجوية في المركز الأمريكي للأعاصير في حين تواصل فرق الإنقاذ الفلبينية جهودها لمساعدة المتضررين جراء الإعصار الذي ضرب البلاد قبل عدة أيام متسببا في إحدى أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها الفلبين حجم المأساة دفع الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون إلى دعوة المجتمع الدولي إلى إرسال المزيد من إمدادات الإغاثة لمساعدة الفلبين التي بدأت بالفعل في استقبال عمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية من مختلف دول العالم عادت مركبة الفضاء الروسية سويوز إلى الأرض حاملة على متنها شعلة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في مدينة سوتي العام المقبل وكانت المركبة الروسية قد انفصلت عن محطة الفضاء الدولية مساء الأحد بعد أن أقلت ثلاثة رواد فضاء قضوا نحو خمسة أشهر في المحطة الدولية وكانت سويوز قد نقلت قبل أيام من شعلة الألعاب الأولمبية إلى الفضاء حيث قام رائد فضاء روسيان بالسباحة بالشعلة لمدة ساعة خارج المحطة الدولية في حدث هو الأول من نوعه في التاريخ ومن المفترض أن تضيء الشعلة ملعب سوتي في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فيفري المقبل في فقرتنا الرياضية تحصل المنتخب الوطني التونسي للكاراتي خلال مشاركته في بطولة العالم للأصغر التي احتضنتها مدينة جوادا لخارة الإسبانية من اليوم الرابع من نوفمبر الجاري واختتمت الاثنين على ميدالية فضية وأخرى برونزية وتحصل اللاعب صفوان الخماسي على الميدالية الفضية في وزن أكثر من 78 كيلوغرام في صنف الأمال فيما جاءت الميدالية البرونزية عن طريق شايمة بعزيز في وزن أكثر من 54 كيلوغرام على الميدالية البرونزية في صنف الصغريات وقد شارك المنتخب التونسي في بطولة العالم للشبان للكاراتي بإسبانيا بأربعة عشر لعبا وانحصلت أغلب النتائج المحققة في بلوغ الدوريين الثاني والثالث بذا الخبر المشاهدين نصر لاختام نشرتنا نلقاكم في مواعيد إخبارية اللحقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة